شعرك ايه التحاد سكنداري متصدر الدوري المهاردة كده اصله اسلام اسكندراني اسكندراني والده كان يعني من اكبر مشجع نادي التحاد سكنداري فبالطبيعي اكيد حيكون فرحان وسعيد التحاد سكنداري مش كتير بيبقى متصدر بطولة الدورة حتى لو كان مؤقتا لكنه شوء يحسب نادي التحاد سكنداري وحاجة جميلة والله يعني كل اسكندراني بالتأكيد بيبقوا فرحانين جدا انا والدي اللي ارحمه وكان مشجع التحاد سكنداري حاجة حلوة الحالة كلها والحقيقة بدأ من عند استاذ محمد مصلحي والادارة بالجماهير باللعيبة كابتن طارق الفريق كله ماشي كويس جدا قدر النهاردة يعمل ريمونتادة قوي جدا على فرقة القوة النادي المصري اللي اتنين عملوا بالمنتدر اه يعني من واحد صفر للاتحاد اتنين واحد للمصري ثلاثة اتنين لنادي الاتحاد مراقف والجيم في تفاصيل يعني طبعا بالتأكيد طارد صلاح محسن كان نقطة فارقة في اللحظة استحصل طارق العاشر طبعا انه رجع يعني الاول كابتن طارق الاتحاد يتقدم وبعدين الاتحاد رجع بدري جدا بالحالة الدفاعية بصراحة وكان مبالغ فيها الاسدية وقدر كابتن عالي يرجع في النتيجة بقنين للمحترفين لقابة شمال افراقي جلاس جناوي وفخر الدين من يوسف ثم ما بعد الطارد وده تاني طارد على فكرة صلاح محسن في الخمس مغرات بس الطارد بتاع النهاردة هو يعني ايه مظلوم فيه وبلعب على كورة وجات عنيفة شوية غير الطارد الاولاني لكن ده لعب كورة يعني وقدر يرجع الاتحاد الحقيقة رجوع مهم جدا جون لبواتنج ثم ما بولولو يا كابتن وما بولولو الحقيقة فرق كبير جدا 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 طبعا مع حالة فنية النهاردة غير موفق تماما باري المحمدي تماما يعني ما بولولو اخد الكورة وراح سجل لكن الاتحاد فريق هجوميا قوي محتاج يبقى متحرر شوية هجوميا فجوزق قوي بقى على القل يبقى متوازن يعني لكن قيمة المحترفين بدان جدا ما بولولو وبواتنج انها التاني جلاس جناوي وفخر الدين بنيوسف